مساء الخير مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا دائما في برنامج مساء نساء نذكر أنه البرنامج يفوت كل يوم جمعة على الساعة السابعة مساء الموضوعنا لنهار اليوم هو حول أهمية التحضير للولادة المرأة التي تكون أحد أولادة لازم يكون عندها معلومات لتسهيل الولادة والمرأة التي لا يكون لديها معلومات غالبا ما تواجه مشاكل أثناء الولادة وغالبا ما يكون سوء تفاهم بسبب نقص المعلومات مع القابلة ولهذا الشيء نرى أنه سوء تفاهم وكاين صراع دائم بين مهنة القابلة والمرأة لا تزيد يعني المرأة إذا زيدت وانسق سيوها وش رايك في القابلة تبدأ تقول لك وهي دارت لي وغلطت معي وانا كنت ما نعرف شوية دعات عليها فدايما نلقاو أنه كاين صراع في هذا الموضوع اليوم برنامج مساء النساء حيكون محضر خير ونحاول نحاول نلحق المعلومة للقابلات وحتى للنساء المقبلات على الولادة ونحاول نفهم وشنه هو المشكل الحقيقي للحديث في الموضوع يحضر معنا البسيكولوجيا الجرية الغنية عن تعريف المختصة النفسية حميدة عمران أهلا ومرحبا وشكرا على قبول دعوة بس الخير مالية شكرا على الدعوة وشكرا على المقدمة وإن شاء الله نجوزها حيصة شابة وإن شاء الله كما من دارين إن شاء الله مرحبا بك وأمينة عزوز المعروفة في مجال في الميدان يعني قبل قبل عندك في المجال 20 سنة قلت لي ما يتجاوز العشرين سنة ما يتجاوز العشرين سنة أهلا ومرحبا سعيدة أني تكوني حاضرة معنا اليوم مساء الخير على الجميع وإن شاء الله نكونوا إضافة نوعية لهذا الموضوع باش نزيدوا من توعية النساء في مجال التحضير للولادة توفقيني الرأي أنه النساء في هذا الموضوع لازم لهم توعية ولازم يكونوا عندهم معلومات لأنه كاين نقص في المعلومات كاين بزاف نساء لكي يروحوا يولدوا كما قالتنا الزميلة بتاعنا قبل قليل في الكواليس أنه علش لازم نكون محضرة للولادة كي يلحق وقت الولادة نروح مباشرة للمستشفى يعني ما كاش معلومات كاين أيضا لك أن نخل شوية على الموضوع كاين نسى حتى لما يتابعوش هي من المفروض أنه عندها طبيبة النساء اللي تروح عندها الميلة فتحة وعندها متابعة يعني كل شهرين كل تلت شهور لازم تقوم بفحوصات دورية كاين حتى لما يروحوش خليوا هدي على الجانب نروحوا للتحضير ليوم الولادة كاين بزاف لي ما يحضروش ولكن نروحوا نحكيه على دول متقدمة اللي عندهم النساء الحوامل تلت شهور ربعا شهور قبل الولادة يروحوا للمستشفى اللي يكونوا مبرمجين أنه الولادة تكون فيه ويقوموا بدراسة معلومات مهمة اللي يحتاجوها أثناء الولادة يعني ورقوا وسيلوا ويقروا على كيفاش يتعاملوا في يوم الولادة فنشوفوا أنه ممكن أنه إحنا يا ذهنيات أنه علش كاين بزاف لي خموا يقول لك أنا علش نخمم في هذا الموضوع نروح مباشرة ومن بعدها طبيبة النساء وللقابلة هي اللي يدبر رأسها هنا الحاجة اللي خلت أنه المرأة كي تروح معندها حتى معلومة ولقابلة عندها ضغط وعندها بزاف مسؤوليات ونقدروا نقولوا بلي في المستشفيات العامة أنه تلحق حتى العشرين مرأة في النهار يعني فهذا ضغط كبير وعندها مسؤولية أنه لازم تسلك الجنين وأنه لازم تسلك المرأة اللي هي مقبلة على الولادة في يصرى صراع توافقيني الرأي أنه دايما كان صراع يعني كان بزاف نساء اللي كي تقولي قابلة تبدأ تحكي لك وما تسكتش ما تخلاص من الشكاوي أنتي كمختصة كقابلة كما قلتي تجاوزتي عشرين سنة في رأيك وشنو هو سبب هات الصراع بالنسبة لنقطة الأولى أني ندعمك في تحضير الولادة أكيد أدعمك وبشدة وأشجع وبشدة وهذا هو الموضوع اللي رانا سعاولي يعني وانتمنى تتعمم الفكرة حول تحضير للولادة أكيد المرأة كي تعرف وش هو معنى الحمل وش معنى التطور الجنين عفوا وش معنى تحضير للولادة في حداته كيفاش يحميها هذا تحضير للولادة يحميها ويحمي جسمها ويحمي الجنين تاحها ويسهل لها هذه المرحلة نتاع الولادة في عود اللي تفوتها بخوف وبقلق كي تكون محضرة تكون أقل ضغط وأقل قلق أكيد نشجع على هذه النقطة وما دابي نارنا في وقت الحمد لله نسبة النساء دروا كرم أغلبيتهم ومستوى التعليم نتاعهم عالي تارية فيهم اللي ما قررتش ما قررتش يكون عندها مستوى ثانوي يعني المشكلة ما رحش في المستوى وإنما في العلم والدراية بالتحضير في حداته عندنا النقطة اللي تجر فيها أخد وجد هي دايما كي تقترحي على المرأة الحامل أنها تحضر والتحضير يبدأ من شهر رابع من الحمل نورمال مو تكون عندها خلفية أصلا على الحمل وش هو الحمل كيفش البويضة كيفش تصرى الهجرة البويضة الملقحة كيفش تصرى لها الهجرة هادوك الآلم وش مصدر الآلم هادوك يكون عندها خلفية علمية على أصلا الحمل وصيرورة الحمل حتى للشهر الثالث لوحم وأعراض هادوك تقي نرحل الهجرة مباشرة سمحي لي نكمل غير فكرة بس كينا واحدة الإضطرابات نفسية تحصل من الشهر الثالث هادوك الخوف اللي يركبها من الشهر الثالث كيفش نحن نتحكمه فيه نتحكمه فيه أولا بالوعي المسبق للمريضة ثانيا بالتحضير للولادة من الشهر الرابع دونك بزاف يتقول لك أنا نحضر الولادة وعلش نبدأ فيها في الشهر الرابع جسمك ونفسيتك لازم هاتحضير من الشهر الرابع دونك احنا بمجرد ما نقوله تحضير دونك وعلش يما حضرت وعلش جداتي حضرت وعلش ناس زمان حضروا وكانوا يولدوا غير فالديار احنا هدا هو الجدال اللي واقع ما تحضرش بس كيو عند هذيك الفكرة القديمة شكرا لك هنا قلتي نقطة مهمة بزاف لنحاول نعرف علم النفس وش يقول لها قالت بلي لما لا تكون حامل ابتداء من أربعة أشهر حين يبدوا يكونوا عندها إطيرابات نفسية لحيني أطرع لها يوم الولادة علم النفس يفصل أكيد كان إطيرابات نفسية تظهر في الحمل لكن لو كان نقوله على التحذير النفسي وعلى المعلومات على الحمل لازم تكون مسبغة قبل الزواج لأنه كان حالات لو كان نروح حالة بعض الحالات على الإجهاض في الأشهر الأول لأشهر الأول والثاني يكون رفض الحمل هذا يكون نفسي ويحدثنا إجهاض وكي تحوصي تديري مثلا تحاليل وتحوصي الأشعة كامل ما تلقي حتى سبب جسماني وإنما هي معلومات خاطئة تكون حاملتها هاد المرأة في رأسها وكي عرفت بليك رهي بالحمل يعني تشوفي الحالة مثلا المعيشية التحالة بس بيها تشوفي طريقة الأكل كامل تحا كل شيء يؤدي إلى نمو عادي للحمل لكن بما أن الجانب النفسي راهو متضرع يصرانها إجهاض كي قاتلك بلي كينا في هاد المرحلة تحت 3 أشهر الأولى ما ننسوش بلي كينا نساء يكونوا متخوفات من أنهم كي روح يديروا أوليكوغرافي تاعة 13 أسبوع ويني باننا على مثلا بعض الأمراض مثل مرض تاون كامل شغل المرأة راهي دايما في تخوف في هاد المسيرة تحت تخوف تاعة الإبن تاي اللي بي بي تاي أسكرا هو نورمال أسكرا في نومو ساليم ولا لا لا هالتساؤلات ما تلقاش كلي جاوبها إذن إذا قلنا بليك ما تحتاج إلى متابعة طبية ولا متابعة نفسية هنا رانا نديروا حاجة كي ما نقوله جريمة في حق هاد المرأة سواء الحامل ولا لبيبي علاش بسك هي الحكاية كاملة وينها يدور يدور في الأفكار القديمة لقاتلك الأستاذة المقبيلة قاتلك وعلاش يما وجدت ولا ماني وجدت نقول لك بليك يما كون مانك وجدوهم بكري في البداية بطرق وأساليب ما رأى همش موجودين الآن كانت ما شامع وقتهم كانت ما شامع وقتهم أما الوقت الحالي كانت تغييرات تلقيها مثلا تدخل المواقع التواصل الاجتماعي تبذى تقرأ قصص على الحمل وعلى الولادة وعلى هذه تجربة تقدر تكون تجربة استثنائية مثلا ولا مثلا تجربة مراضية أصلا هي تدي المعلومة بطريقة خاطئة مشوهة وتعيش هذا الحب بالمخاوفتها حتى وإذا ما كانتش هي أصلا ما كانتش مهيئة بش تمرض مراض نفسي هي حتى هي نفسها لا إرادية بش تكون عندها مراض نفسي خلال الحمل ولا بعد الولادة يعني الإطرابات النفسية اللي تجي هي سببها للأفكار اللي تكون دات شوية من كل جهة 90% من الإطرابات خطر يبقوا واحدة الإطرابات النفسية اللي تكون تقدر تكون ويراثية مثلا ولا فيها عامل جسدي جسماني ولا عامل عصابي هذا يبقى واستثناء لكن عامة مشرعنا نشوفوا دك كي جو مثلا يكونوا حامل هذك القلق المراضي هذك تلقيت شوه معرفي سواء على الحمل ولا على المسؤولية لأن الحمل أصلا ولا الولادة في علم النفس كي ترحي الترجمه هو استثمار واحد رايح يستثمار حاجة وهو استثمار عاطفي وجداني مراوز عما قال راهي أنسنت وخلاص شو الحاجة طبيعية لا من البداية على البشرية وهي ماشي أمر طبيعي وإنما حدث حيكون علم النفس أيضا يقول أنه نهضروه هرمونات أنه الولادة هي نفسها يعني الحاجة اللي رايحة تعيشها المرأة كي تكون كي تولد نفسها لو كانت تصطدم مباشرات يعني ما عندها لو كانت دير حادث مباشرة معا شاحنة هو علم النفسي يقول هكذا كي يقول لك طبية بلك الولادة والآلام ديالها ومن الجانب الجسماني وكأنه حادث مورور زع ما قياس الآلام كي يقول لك إيه كينا هاد المعلومة صحيحة وكي يقول لك لا لا لكن نفسانيا هي أقوى منها لأنها المرأة تلحق لدرجة الآلم نفسي وجسماني اللي ما تقدرش ما تعبر عليه كيف فهمتني وش معنتها ما نقدرش نعبر معنتها حتى لو تجي تستنجد في الآلم ديالها ما حيش لحق لك الميساج كي ما لازم ما تقدرش تقيسي درجة الآلم ديالها ولا درجة الآلم النفسي ولا العضوي ديالها خطر هي أصلا دو كي تقول لك كي تود أنا نتوجع راني نتألم أنا حبا نبكي راني خايفة أنا حبا نهرب كي ننسى الأستاذة بلك جزوا عليها يدخلوا يولدوا مثلا يدخلوا لقاعة الولادة تجي تهرب لهم تجي تدخل مثلا المستشفى برك تقول لك أنا حساروحي نموت للك برك مولا حظة فقط بسيطة لكي نزيلها الأستاذة كي قاتلك كي أمرات نفسية تظهر بعد الفترة هذيك كي نوحد المرحلة كي تجوز عليها مثلا ربما الناس يوافقوني في الرأي متجزلا في العشرية السوداء يجوني بزاف أطفال كانوا الأمهات تتحهم حوامل بهم في هذيك الفترة يجوني عندهم إطرابات تاع إطرابات الهلع تلقيهم بزاف كنت بدأت تقرأي تلقي ألف وتسعمية وخمسة وتسعين أربعة وتسعين هذيك المرحلة اللي كانت تسعينات يعني يعني باش نفهموا بلك هذيك الجانب النفسي ما هوش غير الأم اللي حتعيشوا حتى هذك الطفل اللي يعيش صفي كنا رحوا نقولوا مرافقة مرافقة متباعة نفسية متباعة عند القابلة ولا عند طبيبة النساء ما رحوش لعبه وخلاص مثلا زم لو كان يصر احنا احنا تفكير تيانا كبشر المهم هذك اللي بيبي ميكونش عنده تشوه جسماني بسح ننسوا بلك هو كيخرج للدنيا هو تاني حيجيب مع تشوه نفسي وهذاك اللي حي كيفاش نقولوا يدخلوا في متاهات نفسية وفي مآلات بزاف نقولوا عليها صعيبة شكرا لك عفو كي نقطة اخرى هذا فيما يخص الاضطرابات اللي ممكن تسرأتن الحمل أمينة مختصة كقابلة انتي تشوفي من العادي انه كي نبزاف نساء كي يحكي يوم الولادات قول لك بلي القابلة رفعت صوتها بلي القابلة حطيت منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت واحدة حطت التعليق قالت باللي القابلة كانت تقول لها غاولي غاولي على خطش لو كما تولدي جذوك تموتي تموتي انتي ويموت أوليدك فهي قالت هي في التعليق قالت انه صدمتني انه كيفاش تقول لها كذا ناني حانولد ويا تقول لي غاولي غاولي لو كما ديش وشان يقول لك حاتموت انتي ووليدك هل يا تورا نقص المعلومة اللي يكون عند المرأة اللي تكون حاتولد يخليكم انتوما كقابلة ترفعوا صوتكم ولا تقول لهم حاجات اللي ممكن انها تخوفهم توفقيني الرأي انه كايين قابلات اللي بزاف يشكوا منهم وبزاف يقولوا انه يرفعوا صوتهم تفضلي أستاذ معليش اعطيني فرصة الرد على السؤال الأول بسكوك ما كملتش الجواب تفضلي بخصوص التحضير للولادة لعدم أنا حين نرجع لهذه النقطة في نهاية البرنامج سأعطيني السؤال وما جاوبتك عدم التحضير هو لو يخلق الاستيذام هذا دونك المرأة بل هاش وش هي أصلا ولادة بل لك عندها معلومات جايبهم من ومن بس حمداتش يعني التحضير الصحيح من المصدر الصحيح بل لك عندهم يروحوا المثالين يقرأوا منشورات على ما تستفهم شكلوا يحط هذا المنشور عند هذا المنشور معلومات فيهم مستاقية ولا ما فيهاش هو الأرجح تمشي تبع عند الطبيبة المختصة انتاحة تشوف حالتها الصحية في تسع شهر وعند القابل انتاحة من أجل التحضير للولادة تحضير وش هو أنا ما قلتش باللي قبل يعني المشاكل النفسية وفي طروام ولا لا هو التحضير يكون أصلا يكون الحمل يكون مبرمج لو كان نجو نخدمه بطريقة صحيحة الحمل أصلا يكون مبرمج له وتاخد أدوية وتعمل تحالي لقاح قبل الحمل أما نهدر على في الفترة الفترة اللي هي حساسة اللي هي ثلاث شهورية فترة الويحام يكونوا فيها بعض تغييرات عند بعض النساء اللي يحسوا فترة هذيك يحسوها كاي اللي يعقبوها نورمال ما يحسوا والو وكاي واحدين اللي مساكين تأثر عليهم بأعراض اللي المرى مشيحة المرى مشيحة منهم ما تقدرش تستحمل هذوك الأعراض من بينهم أعراض الويحام دوك حنا علاش نبدو من ربع شهور نبدو هذا التحذير أولا تحذير نفسي وتحذير بداني باش نحضروها نفسيا نقروها وش هو الحمل نحضروها جسديا نخفو عليها هدافي بيخص تحذير بتحذير نخفو عليها بعد نروحوا للصراع القائم نروحوا بباشرة لأرض الواقع نعم ما نيجا بعد دور كل مرى من اللي دارت لك غسسة تاح الحمل تاحها معلبل هاش أصلا وش هي ولادة فعلية وش هو المخاد وينتى يبدأ المخاد ما راحي للمخاد بس كل المخاد ماشي غير شوية وجاء تمشي تجري للوبيطال ولا تمشي لازم غير شوية ألم تروح تحذير كاين بزاف لي سراولهم مشاكل بسبب أنه غير يبدو الألم هدي قابلة واحدة أخرى اللي حكيت لي أنه في مستشفى المستشفى غير يبدو الألم كاين اللي يجيبوهم إذا ما يجيبها زوجتها ويحطها هم بدو الألم وممكن أنها تولد على ثلث يام أو أربع يام فيقول لها يقول لها عاودة روحي الرجعي على يومين ولا ثلاثة الزوجتها لا يحب عاودة رجعي يديها فيقول لها لا لا جبتك بدو الألم تولدي ونعاود نرجعك يعني مراناش نتهم مباشرة في القابلة أنه المشكل ليش في القابلة نحن نحن تبدين تفسير أنت في أرض الواقع وراكية مع النساء المقبلات على الولادة هل ترى الضغط اللي تكونوا فيه جاوبيني آمينة هل ترى الضغط اللي تكونوا فيه يبرر لكم أنه ترفعوا صوتكم عليهم وفقط يعني نقول لك شوفي من قلة التحضير أنها تروح بكري دونك هذه معلبلها لا المخاض الحقيقي ولا المخاض الكاذب غير شوية وجه تمشي تجري بين الوبيتال بين اللي قلت الوعي التاحة وقلت التحضير التاحة اللي يخليها هي والزوج تاحة يروحوا يعني غير شوية ألم يروحوا دونك إلي حكموها غادي تضرب تما ثلث يام أربع أيام اللي تدخل مني ساعة تولد وهي مازال قاعدة سي نورمال تتقلق تقولك الناس قاعد دخلوا وولدو وأنا هم حاجريني الناس اللي فام هم دخلوا داروا لهم سيروم وأنا هم حاجريني الكونتخاغ هي ما هيش وقتع ولادة نستنى وتدخل المخاد الحقيقي هذي لا شدوها في السبيطر وهي عموما المخاد الكاذب ما يشدوش المريضة في الوبيتال لازم يكون مخاد حقيقي المريضة تكون مدربة ولا محضرة للولادة وحدها تعرف وقتش دخلت في المرحلة الغير نشيطة والمرحلة النشيطة ومرحلة البوسي ومرحلة يعني الولادة الحقيقية علىه بسكو هي بالتوعية بالتحضير والتي هي القابلة نفسها ودروا كرونم كاينين ديز أبليكاسيون كرونم متر للكونتخاكسيون نتع الإنقبادات تولي روحها تراقب في دوك للكونتخاكسيون تراقب يعني حتى الإنقبادات الرحيم أذكرهم يتقاربو روحها متباعدين وحدها تجيري لتخافي نعلمها التنفس كيف تتحكم في الدولغ نعلمها هذه إزراجسيس فيزيك باش تنقص باش تجيري لدولغ تاحها ثم تمشي ترنكيل هي عارفة وش راها تدير وما متخفف العناء على لصاشفام لدائما لصاشفام كم إلا ما شفتهاش وإلا مثلا أوخرت تعرف وقتها تعود ولي تكونتروليها أسكرها تأفنسي وليس أفنسي ذنكرها عندها وقت مقيد بوقت وقتها تشوف المريضة في الوقت المناسب هذا لا يعني أني نبرر بعد يعني تجاوزات ممكن لا ماشي بعض هنا ماشي هنا هنا من وفقك شرعي أستاذا أنا من الجمش نحكم على أمور ما شفتهاش بعيني من الجمش نقول عامة الناس مليحة ومن الجمش سمحيني سمحيني دقيقة سمحيني سمحيني توفقيني الرأي أنه لو كان نكتبوا كلمة القابلة على سبيل المثال في مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا التعليقات معظمها يشتكيوا من القابلة يعني توفقيني الرأي وحكينا فيها في الكواليس أمينة أنه غير تقولي قابلة يكونوا يبدأوا يحكيوا في حكايات ما يتقبلها شلال العقل توفقيني الرأي بعد ذلك ما قدروا شكولوا بعض التجاوزات ما ميدا ما شفتيش سمحيني ما ميدا ما شفتيش أمينة بصحراكي من المهنة ما ميدا ما شفتيش لكن تسمعي حكايات من الزميلات تاعك ولا اللي يقدروا يحكيوا لك التجاوزات ولا حتى انسال يجيوا لعندك بلك يحكيوا لك على أول مرة ولا يحكيوا لك نهار لنهار ولدو وشرا دوني في كل المجال بدون استثناء صح أن المجال تعمل مجال حساس أحنا مجالنا حساس وشوفي للمريضة في وقت المخض تكون هي أصلا تسنغي يعني منفذ الناجات تشوف هذه لا صاشفام لا بغارها فيتعليها مع لباليش غير عاملة ما هيش مان باس صاشفام وتفوتها تشوفيها بالليه هذه صاشفام هذه قابلة ومدى بها تسلكها ومدى بها توقف معها يعني يحسن عون النساك يكونوا في المخض مانيش كما قال لك مانيش ضد أنهم ينتقدوا يعني الأعمال بالك الغير لائقة والكلام غير لائق كما قلت لي رام يهضروا ويقولوا يعني يهضروا لهم هذا رامش في محلها وكل شي ممكن ممكن يكونوا بعض الأشخاص كما هاك بس صح الفباجين غاليزي الإنسان ما لازمش يعمم ماشي كامل القابلات وماشي كامل اللي ركي تشوفي هم لابسين طابلية بيضة رهم دي ساشفام دونك قادر بلاك ودغي لابسة طابلية بيضة فيتمتمد اللي ساشفام عندها سيرفيس هاي قاعدة في سيرفيس هم عندها رسبونسابليتي رهم عندها أرواح رهم على عاتقها دونك ما رحش عندها ذاك الوقت باش باش تبدأ تخلق في المشاكل معالي فام ولا باش تحمل لي فام راها هنا يبقى رأيك لكن لازم نخرج وفاصل شكرا أمينا إذن مشاهدين الكرام برنامج مساء النساء مازل متواصل عودة لكم مشاهدين الكرام دايما في برنامج مساء النساء مرحبا باللي هداوي نلتحق وبينا نذكر أنه موضوعنا لنهار اليوم هو موضوع مهم بزاف لأهمية التحضير للولادة نروح مباشرة للاستاذة أستاذة علم النفس حاميدة عمران صعيب أنه نفصله بين الصراع القائم الصراع الأزلي بين القابلة والمرأة اللي حتولد علاش لأن القابلة تقول باللي هما يجوا ماشي محضرين وأنا عندي مسؤولية وما عنديش الوقت يعني لازم يكونوا خفيفة في الخدمة للي على أختيح أني صروا مشاكل وهي تقول ما فهمتني علم النفس وشي يقول شوفي المرأة الحاملة التي تأتي رايحة تولد تشوف في القابلة أنها هي نجاة هي رايحة بالقالق والاكتئاب بالمخاوف والقالق الموت يعني أفكار بزاف مشتتة تخرج بهم تدخل بهم المستشفى على أساس أنها القابلة هي اللي حتنحي لها قاعد المشاكل مشاكل نفسية وحتى المشكل الجسدي اللي حتعاني منه اللي هي ألم الولادة القابلة هي إنسانة في نهاية نقول أننا نقدم إنسان هو ثاني عنده ضغوطاته وحياته النفسية وحياته كامل زيد له ربما يلحق الاحتراق النفسي في العمل الاحتراق النفسي راه ميدان واسع ويهتم به بزاف خبراء النفس على جل مجالات كما الصحة والتعليم وهما المجالين الحساسين بزاف في بلادنا إحنا أي جزائر يتهدري معه يهدر لك على التعليم ويهدر لك على الصحة يعني الأولويات إذن هذه المرأة هدية كي تدخل وتشوف هذه القابلة هذه القابلة مرأة هيش لاتية غير مع هذه المرأة حتى تلتتاني بحواج واحد أخرين مسؤوليات بغض النظر على المسؤوليات نقول له تاني الشخصية الإنسان بحد ذاته كان إنسان يقدر تكون هذه القابلة هي بذاتها عصابية ماشي حتاوين ربما ما رايش حباته إحنا هدوما حنحطهم استثناءات لمرة كي تشوف هذه الاستثناءات هدوما تروح تعممهم وتدي تشوه في الأفكار ديلها وشمع أنت التشوه ما أنت المعلومة إذا كانت القابلة هي اللي حتعاونها هي حتديرها من البداية بليك حتدخل في سيرع مع القابلة حتدخل معها في سيرع باش تجوزها بلا معرفة حتدخل معها في سيرع باش ما تضربهاش كي ما سمعت تبليك فلانا ضربتها صاشفام ولا الأخرى عيطت تعليها ولا شلطروح وهي في رأسها حتد ولو كانت هذه القابلة راحي حتستقبلها بطريقة مليحة هي مبدائيا حتدد معها أفكار السوداء على هذه القابلة لابها لو كان نسقسوا أي امرأة في الجزائر على القابلة حتدلك غير بالنيغاتيف قليل وين عندها تجربة مليحة مثلا مع القابلة حتى ولو كي تكون هذه القابلة راحي تعطيلها أوامر للفيدة ديالها هذه المرة ما حاش تسمحهاها كاك حتسمحها بهذا المنظور اللي هي داتوا معاها المخلفات تا هدوك الأفكار قال يسمعتهم في المجتمع حتطبقهم في نفسها والمخاوف ديالها أكيد الإنسان اللي يكون ماشي محضر نفسه لا نفسانيا ولا جساديا أكيد المخاوف حتزيد تطلع تخلق نوع من الحساسية في العلاقة بين المرأة اللي حتولد والقابلة هي بدتها شكرا عفوا سؤال آخر القابلة تقول باللي أنا لازم نرفع صوتي لأنه ما عنديش الوقت وهيكي تكون خايفة وتكون منشي محضرة ما ديرش واشا نقول لها ممكن أنه نضيع من بينيدي هي وجاني ننتحها فهنا لازم نخوفها ولازم نعيط عليها لازم نرفع صوتي صح لكن المرأة اللي حتولي ولدت تقول لك باللي ما تهلتش فيه وخوفتني وعاية تعلية وعاية تني علم النفس وشي يقول إنسان اللي لازم تتسلكي له حياته عادي أنك ترفع صوتك عليه ولا لا لا شوفي رفع الصوت هو أمر طبيعي ما شيل لمشكله هو المشكل بحد ذاته الصوت معه واش قولنا لك مثلا هاد المرأة هادية لي معلها بلهاش مثلا بليك هاد القابلة هادية راهي مثلا هي تحس بالليك القابلة يتعنف فيها هكذا هي تحسها يتعنف لكن القابلة لو كانت سقسيها تقول لك لا لا هاده هو مش لازم أنا ندير لكن الكلام اللي حت تستخدمه معها مثلا أسلوب مثلا تشتمها ولا تقولها مثلا كلام مخيف كما هذا دوكتموتي ولا ربما هي هادك والأسلوب ليخرج معاه مراوحة أخرى كي المراوحة أخرى تكون عندها مشاكل نفسية ما تكمل فيها سوفي ما نقدروش نستخدمه أسلوب مثلا أسلوب تخويف يخرج على هاد المراوحة والعكس تولي تعاونك وتزيد ومراوحة أخرى بالك تما يصير لها تشنج على بنا بلي كي إن هادك تشنج المهبالي عند المرأة كي تكون رايحة تولد غير ما الخوف ومشي مشكل عضوي لكنه يخر أفكار وهدوك الأفكار تقولي الإنسان هو راه يتوجع ويحس روحه حيموت تزيد تأكده وباليك حتموت أكيد ما حاش يتواجب معك حيدي السلوك سلوك دياله يقدر يكون عدواني يقدر يكون كي مثلا مثلا وحدة تكون قابلة شخص من المرأة تقول لك أنا نعتني بأسلوب ماشي مليح قاتلي كلمة جرحتني هي إنسان كي يكون يتألم ولا يسحق واحد ليكون حنين معاه بصع هذيك القابلة هي هذيك اللحظة ما يش تخمم على الحنانة ولا المشاعر تاعك ولا يتخمم كيش تسلكك سوف يسيبوا ساقع نعودوا نعودوا نولوا للنقطة تاع الصفر هي البداية كامل لازم نعودوا نبدلوا في العقلية تاع المرأة الحامل نبدلوا لها هذيك العقلية بليك ماشي كي تحكي لك أختك معنت هذيك وشي يصر عليك ماشي كي سمعتي فلانا كنت ولد فيها القابلة ماتت معنتها خلاص انتي تاني طرحين القابلة حتموتي ولا احنا المشكلة تاعنا كيكونوا هذوك الاستثناءات نهضروا عليهم بزاف وخاصة هذوك كيما لغيزو سوسيو شتي يبليك مثلا نسمعوا بمرة راح تولد ماتت احنا الخلفية معلبنا نشي لك أنت مريدة ماشي مريدة ومبعدش كل متهم القابلة وكذا وكذا ومبعد ندوروا هذه الحكاية تقعد سنوات حالة وحدة وندوروها رغم أنها صح كينا الحالة لكن احنا في التفكير ستقولي بزاف حالات سنقولو نفككو هذه القصة الدارة جاوين اي وحدة تجير هتقولك خلاص من زيت نزيت القابلة هذي قدرت لي هكا من زيت تخويف رغم أنه الحدث ما نقولك بلك ما كانش كينا الاستثناءات اكيد لكن مشي هو للكل كاين فهمتيني كاين شوية تضخيم كاين شوية تضخيم شوية بمعنى شوية تضخيم مشي على العلاقة القابلة ولا في الفكر تا المرأة اللي حتولد بس كراهي خايفة فهمتيني يعني هي تضخم الأمور في رأسها وتروح تسنة وش راهي متوقعة خيبية رميدة ما كاش شوفي هذك الوقت يكون ضغط كبير من بكري من بكري تقول لك ضربتني لأساش فهم بصحية ما تحكي لك شو كان يصر وعليش كان تردد الفعل العدوانية هل هي أصلا إنسانة عدوانية ولا لا لا خيب الأساش فهم بكري قبل ما تولي في المستشفى ولا كانت تداية هذك اللي كاين في الدشرة هذك لأساش فهم اللي في الدشرة هذك لأساش فهم تحول تبرك إلى نظامي فقط من قديم الزمان تستخدم هذ الوساليب عندما نقدرش نقول لهم ما كاش من هذوك بلك قبل لم تعيط ولا قبل لم تقدرش تقول لك كلام بذيء ولا قبل لمثلا زعمت المصد عالها رأسا تقول لك معنى بليش أنا بوغالة يتكلمي فيك ما نقدرش ننكره هذ شيء أوكي أستاذ أمينة إليك الخط بالنسبة الموضوع الخوف والتخوف من القابلة والعيات لا يتهدر علي واللي سألتيني دجا للأستاذة واللي هذرت عليه للأستاذة أستاذة أحيانا نكونوا مجبارين أن نعيطوا عن المريضة بس كاللحظة اللي تكون فيها المريضة بين حياته موت وهي يعني ما تتخذش تعليمات نتوع القابلة اللي رهي أنفصلها اللي رهي تقابل فيها تعرض روحها وتعرض الجانين دونك أسكو هذيك اللحظة أنا راه عندي الوقت ولا أنا كقابلة ولا أي قابلة راه عندي الوقت باش يعني ما نعيطش ولا باش ما نديش ردة فعل ولا هذيك ردة فعل لا إرادية بس كنشوف هذك هو الحل اللي لازم تسمعلي به لمريضة دونك احنا نقولوليها ديري مثلا اكس بي غولا تنفسي مليح ولا لمريضة تقولي تغلق النفس تنتف شعرها تعض في روحها أحيانا توصل حتوين تتعدى مشي تتعدى مفت باش تعض لها ساشفام تقرس لها ساشفام بس كنشوف هي راه تخفف بهذك هذك الأمر راه تخفف الألم العياط ما غادش يكون العياط بدون هدف هي كي دي يتبلعوا البيبن أحيانا الوضع والموقف اللي تتحط فيه لها ساشفام تتخذ أي إجراء بس كنشوف هذي تسلك روحين اللي هي الأم والطفل غير تهدري ساشفام تجي دعني ديك الصورة سيئة احنا هذي هي اللي ما نش بغينها أنا كقابلة ما نش بغيتها لساشفام هذي راه بنت المجتمع كل عائلة من العائلة الجزائرية تلقي فيها قابلة ولا زوج من هذيك الأسرة دونك انتي عندك اختك ساشفام ولا بنت عمك ساشفام ولا فاميلتك ساشفام ولا حبيبتك ساشفام ولا يا هل ترى يعني ركي تشوفي ليس هاشفام بهذه الصورة اللي راه هون في العمل بنفس الصورة اللي تشوفيها بره بنفس الصورة اللي تشوفيها في العمل أكيد لا هي لغيس بانصبيتي المسؤولية تجاه العمل وضغط العمل اللي راه فيه ويعني مسؤوليتها أمام روح رح تسلكها من روح دونك لازم تكون شوية في ذاك الموقف تكون شوية شديدة طبع لازم تكون صارمة في العمل ماشي صارمة مع المريضة وإنما صارمة في العمل باش ما يقعوش اللي يقعوش لازاك سيدان وين تقول انبعد تلحق المريضة تقول لك ما عليش تعيط لي تعيط علي ولا تزقي علي مهم نسلكنا ونسلك البيبي نورمال مو علاقة القابلة مع المرأة تبدأ من بداية الشهر الأول متابعة الحمل ومدى بينا تكون صحبة بيناتهم لازم تصاحبي دي كلاساش فام لازم تعرفي دي جافت لازم هي تصاحبك ولازم تتصاحبها نحن نتصاحبها مع بعضنا تصاحبي دي كلاساش يعني كيتولو أصحاب يزحب تبدي يزحبتها تناسب عكسي دونك تصاحبي معها تعرفي دي جا دي كلاساش فام الهدف هو إنقاذك ما هيش هنا جاية تدير لها قارد منتع 12 ساعة ولتع 24 ساعة ولا باش تضررك مراهاش هنا باش تضررك ولا تضر دك البيبي اللي كنت خاغرها هنا باش تعاون باش ديري في بالك يا أستادة مالية وكل نساء أنه فرحة لازم تسلك المرأة ويسلك ذاك البيبي بلك تشوفيها ها كم زيرة فوجهها وتسرع وممكن تبالك بلين تراك اراها زعفانة ولا راها مغصة ولا بلصحية هادك لازم تخاص هادك هو لهم خليها حتد سلكي باش تشوفي هادا حكتوري حتوقع ويجي كمبروك عليك ما دام ولا درت لك حاجة ولا سمحيلي ولا عيّة ولا سمحيلي وانتي بروحك لافا مونسنت كي تولد هي بروحة تمشي تقول لك صحيتي لي سلكتيني وبرك الله فيك ولا عيّة ولا سمحيلي هو المشكل وين راه مراش كين ذاك الحوار مسبق للولادة شوفي نعطيك ميتار علش ربما لك عندنا حنايا نلقى ومشكل بين القابلة ولمرأة تولد علش لك نروح ودولة لا نلقى هذه المشكلة تقول لك لقابلة عرفت كيف تعمل معي وقليل وين نلقى وننسى يشكي هنا نشوفي بلينتي السبب هو ما كاش تحضير تقول تبلي لازم تكون تعرف القابلة التحى مقبل إلا ما عرفت هاش حتى نهار الولادة يعني هي وزهرها فش كون حطيه يخي هكذا كيمتبع معي عندوك انتي إذا ما كانتش هي محضرة وقابلة عندها ضغوطات المشكلة في عدم التحضير توفقيني الرأي هذا هو سؤالي توفقيني الرأي مش شرط تعرف القابلة اللي حتولدها لسونسيال تعرف تدير لسوي فيد غوسيس مع لازم تعرف لازم وش يدور القابلة واش هو يعني تمشي مرتاحة من هذه نظرة قابلة تمشي مرتاحة مبدائيا قبل ما تلحق أصلا للولادة يعني كيرها ستولد عند لازم المترنيتي بس كل سويفيد غوس سوين يسرع يسرع عند لازم المتابعة الحمل وليس عند طبيب النساء بس أنت تكون محضرة أصلا نفسيا وجسديا وعرفة لغول تعلق لازم تنك تروح يواجد تلك لازم تعلق لازم تأتي كما هي كما لازم يتبع عندها كيف كيف ما لا تذهب لازم لازم الخوف أو الخوف أو لا تتخاف تخاف الطحفة لا تتخاف الطحفة في قبل كما قالت لازم ضغوطات لازم أكثر لازم المرأة لا تتخاف خائفة لا تتخاف لازم 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 خلفية سوداء من قبل سمعت ديزي ستوار سمعت حكاية تنتعي أصحاباتها تعجاراتها لا تتخاف لذلك لذلك لا تتخاف لذلك هي تعيش نفس التجربة كل واحدة تعيش تجربتها بمفردها وكل واحدة تمشي مدى بها تدفاء الخير بإذن الله تلقاه كل واحدة تمشي مدىش في بالها سأذه سأذهب لأسف سأذهب لأسف ونأذهب ندابز معاها ونذهب لألا قدمي كما قل لك حضري روحك وقدمي الخير بإذن الله لسأشف تعالى ماتر نيتي صح ما ركي جيها لطا تعكرها إغجان هي تخدم لزيرجانس ما ركي تخدم تحضيرات لسأشف تعالى ماتر نيتي جي باش تولد فهمتي جي باش دي لزاك وشمو مشي باش تعود تحضرك ولا باش تعود تفهمك هي رجية في الحالات الاستعجالية أنها تنقضك وتنقض البيبي دونك امتيما ذا بك تكوني محضرة تسهل عليها العمل وبالتالي يتم هذك الانسجام بناتكم شكرا عفوا أستاذ حميدة وشلو تعليقك على أنه المشكلة هذة كان غير عندنا شوف المشكلة هذة عندنا لأننا معطيناش المكان الحقيقي لنقابله الأول حاجة إحنا أي مرأة في العائلة ولا في المجتمع تعرف روح حامل متباحة تكون عند الجينيكولوج عند طبيبة التوليد لصاش فام يعرفوها الناس كامل نهار لكوش ما يعرفوه مقبل يعني شي خطأ صح أو لا لا أكيد خطأ ومتابعة الحمل عند القابلات العمل العمل تحتذير عند القابلات وعند أطباء المختصين تياه الولادة الخطأ اللي راهو دروك راه مستفحل أنه النساء ما عندهمش فكرة متابعة الحمل عند القابلة ما عندهمش دايرين في بالهم كامل باللي لصاش فام تولد برك وهي لا هي مهنة القابلة أسمى من هد يعني هد الفكرة اللي راهو محطينها في بالهم دون كيفش أنا أحضرك للولادة وانتي ما عرفتيش قال لصاش فام كيفش لصاش فام تحضرك من شهر رابع اللي لازم تتحضري من شهر رابع وتعرفي معنى تطورات الحمل ومعنى تحضيرات ومعنى كيفش أنا نقول لك غير التنفس لازم تتعلمها التنفس صحيح دون كيفش بغيت إلى صاش فام كيفش تعامل مع الحالة شكرا 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 لازم تتعلمها مالذي ومارذة بسيق معنى جينيكولوج لازم جينيكولوج وقابلة يتعلمون الهدف عنه هذا المرأة ولماذا تولد لكن نحن تمد ثقة الكاملة لجينيكولوج وتنسى كامل قابلة إذن هذا المرأة كما تحضرش لنفسيا لجسديا سيصر صيراد وأنا نحن نعرفك انتي سمعت عليك غير أشياء سلبية وسيئة سواء كنت مليحة ولا ماشي مليحة في النهاية أنا كنجي عندك حنقابلك بعدوانية ولا عنف يقدر يكون ماشي ظاهر لكن كن نبدأ في الولادة ولا يظهر كلش كلش يخرج أبرت علاش عندنا هاد المشكل المشكل هاد التاني يولي الخلفيات هادولي أنا نحكو إحنا مجتمع ما نشكي مع المجتمعات الأخرين اللي أنا عندي مشكل نروح عن الطبيب وللأخي الصائي وتحبس ما نحكي معه جاري ما نحكي معه حتوات إحنا مجتمع نحكو ونسردو وقع الواقع تالح حيات ديالنا بتحبيدون فائدة معناش فائدة نحكو باش نحكو صح؟ باش نفرغوا قلبنا نفرغوا قلبنا بارك الله وفيك مثلا زعمادوك أخوتك هادي لي ولدت وشفتيها عانت مع القابلة ولا تشديها في رأسك ما تجيكش في بالك باليك أنا نروح نحوص وش معنتها قابلة وش هي خدمتها الدور ديالها تلقيها تحوص في تدخل الانترنت ولا تحوص على كل شغير على هاد الحاجة ما تحوص لاش باكون هما لا لا يروحوا وتوجدهم القابلة يقصروا معاها أصلا باش تلحقي مثلا كيندي سيستم في دول أخرى باش تلحقي لاجينيكولوج هاكي بعيدة شغل باش تدي بالك حتى تسع شهور باش تشوفك باكون تشكون اللي تقابلي دايما هي لا صاش فام مثلا نعطيلك شيء آخر لا صاش فام هادي كي تبدأ تتعلمك وتمرنك لازم تكوني معاها تول تون كونتاكت هي اللي تكون ما منهار تروحي تولدي وهي مش هي اللي تقابلك هي تكون الميلف ديالك هي اللي تمدو باكون حنا لا لا حنا القابلة نعرفوها نهار الولادة وخلاص أخر نصيحة خلاصنا الوقت لأسف نصيحة أنا هدرنا في موضوع الموضوع الجديد أنا بوغموا أنا أنا شخصيا أنا نشوفو موضوع جديد لأنه أغلب الأوقات ما هدروا القابلة 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 جام يهدرنا على التحذير النفسي والجسماني اللي تخدموا القابلة مع المرأة الحامل كل مرأة نعمال ما تتشجع وإحنا قاعد لليسونت خطعنا كيفاش نسموهم لديسونسيا كامل عندنا لليسونج فارم هما برك يشوفوها مختصة في حاجة واحدة برك نعودو نولو النقطة نحو العقلية وخلي هذيك الحدث الهام والاستثمار الكبير كامل ما منتي هذي كلاساج فارمشتي هساري مولا كوني جنتي معها بشهيتو اللي جنتي معك ربحيها شكرا أنا حبيد نسخ سيك نلقاوا قابلة صح في المستشفيات في الديسونسير؟ بيانسور ولازم تديلهم الميلف ولازم شكرا آخر كلامة معدناش الوقت متابعة الحواميل رها في كل الأماكن اللي ديسونسير حتاف المستشفيات العامة حتاف المستشفيات العمومية شكرا يتابعوا عند لي ساشفام ونصيحتي سمحيلي نصيحتي مدابية لازم يكون التصالح بين النساء والقابلات ديري هذيك القابلة أختك ديرك خدها بإذن الله وكونوا على يقين أن القابلة عمرها ما تتعمد أنها تضرك ولو في بعض الحالات كونها أنها مضطرة أنها تكون شوية صارمة معك وهذاك في مصلحتك ومصلحت الجانين كيف تسلكك وتربحي وليدك والابنيتك ذاك البيب تتاعك وتفرحي به هذيك يدني وما فيها تنسيقاء هذو كل المشاكل اللي عشتهم في مرحلة الحمل والمخاض عمر القابلة ما كانت هنا باش تضر المرأة وإحنا كلنا قابلات ابنة المجتمع وبنة الأسر العائلية وماذا بنا ندخل الفرحة والبهجة والسرور لكل يعني العائلات الجزائرية وتحياتي لكم شكرا لك سعيدة سعت بزاف أنكم كنتوا حضرين معي اليوم وإن شاء الله نتلقوا في إعداد أخرى إذن مشاهدينا الكرام كان هذا موضوع الصراع الأزلي بين القابلة لما راحة ولد حاولنا أنه برنامج النساء يكون محضر خير ونحاولوا نفهموا ما هو المشكلة أنا عن نفسي راني في مجال الإعلام لمدة 8 سنوات فكل البرامج اللي كنت نقدمها كل البرامج اللي قدمتها عنوانها هو الوعي حتى في هذا الموضوع نكمل لنقول لكم أنه الوعي هو مفتاح العديد من المشاكل اللي توجهوها بما فيهم الصراع اللي كاين من القابلة والمرأة لها تولد يعني مطلوب من النساء المقبلات على الزواج ولا المقبلات على الولادة يكون عندهم معلومات حول هذا الموضوع لكن المعلومات مش تدي معلومات سطحية من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من جوجل ولا من اليوتيوب ولا من صالداتون كي رحتي عند الطبيباء حاولي دايما أنه تدي المعلومة من المختص نشوفه كاين بزاف مشاكل اللي صراو كاين بزاف صراعات كاين واحدة اللي خلات تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت وين قالت أنه كين نسمع كلمة قابلة يقول لي قلبي يخبط ما نيش حابة كتبتها هكذا وين نسمع كلمة قابلة يقول لي قلبي يخبط ما نيش حابة نحكي فنشوفه أنه كما يكونش عندنا المعلومة كما يكونش عندنا وعي أكيد أننا حين تعرضوا لصدمات فدايما نقول لكم حضروا أنفسكم لهذا اليوم كاين أيضا نساء ما حضرناش على هذه النقطة اللي ما تتابعش كامل ما تروحش للطبيبات على النساء حتى نهار تروح حتى نهار الولادة أكيد أنه رايح ما يسنوا فيها مشاكل ويسنوا فيها ضغوطات ولا حتى مفاجآت يعني نتمنى أنكم استفدتم من عدد اليوم أنا أقول لكم متابعة طيبة مع باقي برامج قناة البلاد تيفي وبقى على خير